اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعندنا جزارتين برضو متقطعين شرائح تخينة كده شوية وثلاث سمرات من الفلفل الألوان ومعلقتين من الكاري معلقتين اتنين سمر الطماطم برضو كيوبس وعندنا معلقة او نص معلقة اسف من بدرة الزعفران وورقتين لورة وعودين من الزعتر ونص كيلو من الرز البسمتي المغسول المنقوع المتصف من المية وكوب بيتين من الشربة او المرأة يلا بينا نشتغل مع بعض لان هنشتغل في كذا حاجة يعني ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وهنيجي كده ناخد بولة كبيرة وناخد الفراخ اللي هي متقطعة انا مقطعة كده اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع قطع ممكن تبعى عشر قطع اه يعني اخدنا الرقبة لوحدها وقطعتين من الصدور وبقيت الصدور والوراك والدبابيس كلها متقطعة كده التقطعة دي عايزين تصغروا اكتر برضو ما فيش مشكلة خالص هنتب الملح وفلفل والكاري معلقتين كبار من الكاري اهو خدنا معلقة كبيرة والبقاء هقولوك ونعمل فيه ورشة صغيرة من بودرة الزعفران والبقاء برضو هقولوكو هنعمل باي قلبنا كله مع بعض وتاني هذكركم حطينا ملح فلفل حطينا بودرة الزعفران وحطينا الكاري وهنقلب كله مع بعض وكده عشان الفراخ بتاعته تختلط مع بعضها تمام اخدت اللون واخدت الطعم بتاع الملح والفلفل وهنروح على الطاصة بتاعتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنحط حوالي معلقة زيت كبيرة معلقة من الزيت كبيرة وناخد عليها قطع الفراخ بس من ناحية الجلد من ناحية الجلد ما نحطهاش من الناحية التانية ليه علشان تبصم معانا والجلدة دي تشتيو معانا يعني تبقى كده طعمها حلو وإحنا بنأكل تمام كده ونسيبها لما تلون معايا شوية الفراخ أو قطع الدجاج اللي احنا مقطعينها دي تاخد شوية لون وفي نفس الوقت هنشوف هنعمل لي بالراحة الموضوع مشوق الموضوع مستهل اللي احنا نجرب التست بتاعها حلو قوي وكمان الفراخ لما بندخلها مع الرز الرز بياخد النكهات بتاعتنا بتاعت الكاري وبتاعت الحاجات دي كلها بتبقى طعمها حلوة قوي أو طعم الرز كمان مختلف واللون مختلف قطع الفراخ كلها هي مع بعض واخيرا القطع الاخيرة دي ونسيبها تلون شوية وهي بتلون معانا هنستغل الوقت ونعمل ايه ناخد دول بس كده على جنب ونجي هنا نجيب حلة أو كزرونة كبيرة علشان نعمل الخضروات هننقل بقى هنا وحط دي مكان دي ونسيبها هنا براحتها وهقلبها كل شوية وهنجيب سباتولة ونرفع الغطا وناخد برضو معلقة زيت وننزل بقطع البصل والجذر ونستنى عليها يدوب كده تتبل شوية طب ليش في يوسري ما حطيتش كله مع بعضه لان ده بياخد تسوية اكتر البصل والجذر ده بياخد تسوية اكتر هو البصل ده هيتقدم كده اه يعني وانا باكل كده هاكل قطع جذر كبيرة وهاكل قطع بصل كبيرة وكمان الفلفل بتاعنا وحنا برضو مع بعض بس هيبقى كل دفن موجود مع الرز عشان يبقى ظاهر جوه الرز كمان يعني وصفة فيها العناصر الغذائية المتكملة اللي هي رز فراخ خضروات مش محتاج خالص غير شوية صلت لو انا عايز اقدمها ونكلها وبالهنة والشفة يعني والوصفة دي قلنا تكفي اسرة كاملة بالهنة والف شفة بدأت معايا تتبل الخضرات بتاعتي هننزل عليها بالفلفل تلاتة الوان اهو تمام كده وبعدين نقلب تاني بالراحة وحندي شوية ملح صغيرين هنا وبعد ما يبدأ ياخد ويدي معانا كده والخضر بتاعي يتبل شوية هعمل ايه؟ هبقى بعض كل التفاصيل واحدة واحدة هرجع بقى تاني بعد ما ديبل معانا شوية كده هقوم ضيف عليه هنا الكاري وعدان الزعتر سليمة زي ما هي اه ورق اللورة ونقلب حلو كده تمام وبعد كده نضيف بقى المرأة ونسيبها تيغلي غلوة ليه بقى انا عملت الحكاية دي؟ علشان خاطر الخضر بتاعنا ياخد تسويته تمام خلصنا هقوم جاي كده سايب الخضر ده يغلي غلوة ووطي وارجع اجيب الفراخ اللي احنا حطيناها وانتوا عارفين طبعا انا بعمل كل الكلام ده عشان نستغل كل الوقت في كل يعني ما نسيبش ولا زر من وقتنا غير ما نعمل فيها حاجة الفراخ لو انت شايفين اللون روعة اللون جميل فتنسوش ان لسه هتخش مع الرز فاللون ده هيتغير شوية هيفتح معانا تاني شوية بس طبعا انا بعملها كده فبتاخد تغيير اللون وفي نفس الوقت بتستوي تستوي على الاقل هنا نص سوا قبل ما تخش مع الرز ليه بقى نص سوا هقول لكم ليه لبقى انا حطيت هنا الفراخ سايبها تستوي نص السوا بتاعها وهنا كمان الخضار بتاعي يغلي غلوة الرز ده منقوع الرز ده منقوع و متصفي يعني مش عايز وقت كتير في التسوية مش عايز وقت كتير في التسوية تمام قد الرز بتاعنا ها الله ينور عليكم هنيجي هنا تاني فاضل عندي ايه بقى حاكتين عندي الطماطم وعندي بودرة الزعفران والرز وعندي الخضار هنا بيغلي ها بدأ يغلي معانا اهو تمام والفراخ بتاعتي اول ما هتخش في نص التسوية اهو الخضار اهو تمام نتمر دي كده شوية ادي الخضار بتاعنا بيغلي هو احنا محتاجين ان احنا نساوي الفراخ ده اه جامد كده لا خالص غلي معايا ها وحاسف ان هو لسه ما ارمش شوية اركينه بعيد عن النار يلا بينا ونروح مع بعض لغاية ما نخلص كل حاجتنا في اللحظة دي بقى حضيف الطماطم لان الطماطم ما بتحتاجش تسوية كتير الطماطم مش محتاجة ان احنا نسويها خالص الوصفة دي هيلة الوصفة دي فيها شوية حاجات روعة الروعة بعد ما شلت ده من على النار حضيف عليه بودرة الزعفران ونقلب عشان ناخد لون الاصفر اللي انا محتاجه تمام حلو قوي كده نيجي هنا بالراحة نروح ابص على الفراخ اخبارها ايه طبعا انا كامرتها شوية خالص بعد كده لان ان شاء الله حنقدمها لما نرجع لو خدنا الفاصل حنرجع نقدمها على طول طيب شوف يوسري انا شايفة ان انت ما خدتش وقت خالص في تسوية الفراخ ولا وقت خالص في العميل ما هو ده اللي انا بتكلم عليه ان احنا طبعا طالما الحاجة بتاعتنا جاهزة وبنعملها مظبوطة هتطلع معانا بسرعة ومش هتاخد وقت خالص في التسوية وهتطلع صح الصح تمام انا هعمل ايه بقى تاني حاجة كده بقى هنا اخد شوية مية صغيرين اوي عشان اخد النكهات الموجودة من تسوية الفراخ خسارة ان انا سيبها معايا وانا بسوي الفراخ في نكهات بتنزل منها من التسوية انا ما بحبش اسيبها دايما فباخدها كده زي ما انتم شايفين وحطيناها وبنغليها مع الفراخ غلوة تخش في التسوية اكتر يبقى كده عند الفراخ بدأت تزيد عن نص تسوية بحيث ان انا لما حطها على الخليب بتاعنا هو البصل وهو الجزر وهو الكلام ده كله يبقى مش محتاجة اكتر من الوقت طب انت حاطت نص كيلو رز اه نص كيلو رز كتير هينفش وهيديني رز قد كده تمام الفراخ وصلت للا انا عايزه فراخ دفعة واحدة بشوية المية اللي انا حطتهم اللي خدوا اه نكهات التسوية ونضيف كده حلو قوي ونغليها غلوة اهو في حاجة بنعملها من وراكم خالص نغليها غلوة الغلوة اللي حاخدها دي لي بقى علشان كل النكهات الموجودة تتحد مع بعض الفراخ تاخد من الخضروات وكمان الخضروات تاخد من نكهة الفراخ اللي احنا عملناها بعد ما نقلب التقليبة دي هستنى عليها تغلي غلوة واحدة غلوة واحدة يعني زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض وصفة بكل تفاصيلها ما خدتش اكتر ولا هتاخد اكتر من ربع ساعة تلت ساعة بالكتير تلت ساعة بالكتير هرجع اوذكركم انا عملت ايه في الفراخ على بال ما تغلي معانا الغلوة اللي احنا شايفينها دلوقتي انا حطيت الفراخ بعد ما قطعتها تمن قطع عشر قطع زي ما انتو عايزين ملح فلفل بضرة الكاري قلبت كله مع بعض وشوية بضرة زعفران وحطيت معلقة زيت وشوحتها من جميع الاتجاهات خدت اللون بعد ما تشوحت حطيت على شوية مية وسبتها تغلي غلوتين عشان اخد يعني نكهات التسوية اللي انا سويت فيها وكان عندي بصل وجزر وكمان عندي طماطم وفلفل الوان شوحتهم على النار مع شوية زيت اول ما بدأوا يتبالوا معايا نزلت عليهم بالمرأ ونزلت عليهم بقية الكاري اللي عندي وبقية الزعفران وكل الحاجات دي بدأت تغلي معايا هو شايفين الغليان ده هو ده المطلوب انزل بقى بالرز ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونسيبه يتشرب معانا ويوصل للتسوية اللي هتشوفوها دلوقتي حلو كده نغطي شوف يوسر انت مش هتقلب لا خالص مش هقلبه خالص انا بس هغطس الرز علشان يتشرب معايا بالصص او بالمرأ الموجود معانا ده ما نخليش ولا حباية رز مش متغطية خلاص كده تمام كده تمام مش محتاجين حاجة تاني خالص خالص كل اللي محتاجه ان انا سيبه على النار بغاية ما الرز يتشرب معايا بالصص ده ونرجع ان شاء الله نوريكو شكله عامل ازاي اهو ده اللي انا بتكلم عليه اغطي وغطي النار ونرجع ان شاء الله بعد الفاصل يكون الرز تشرب شوية من الصص وبدأ لونه يتغير وهوريكو عامل ازاي كل حاجة بالتفاصيل ما حد نشوح في اي مكان لان الجديد الممتع التعليمي دايما هتشوفوه بمطبخ الحامل عشي فاسو ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل انا مرضيتش اشيلي الفراخ ولا الرز لغاية ما نرجع كده ونشوف ان الرز بتاعنا بدأ يتشرب معانا هون وبصوا بقى دخلت في التسوية بس طبعا هنحطها لسه على نار هادية لغاية ما تتشرب معانا بصوا منظر الفراخ مع الرز حاجة كده مشاهية روعة هي دي كابسة اشي فيه سيلي لا خالص مش كابسة عشان خاطر ما اقولش بيع كابسة والناس تقول لي مش كابسة لا هي نوع من انواع الدجاج بالكاري ومعاه رز بسمتي حلوة اوي هنرطي ونشيلها خالص على نار هادية لغاية ما تكمل تسويتها وتعالوا مع بعض نعمل نوع تاني من الكفتة كفتة بسيطة كفتة بالنعناع طعمها خيال طعمها حلوة اوي هيعجبكم هنشوف المعادير وبعد كده معاها صص كده برضو اختراع خلينا بس لما نقول المعادير انا عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة وعندي بسلطين ومعلقتين من الزبدة وبطاطساية مسلوقة وكمان عندي معلقتين من البقدونس ومعلقتين من النانع الأخدر وبيضة ومعلقة بوهرات تمام كده وبعد كده عندي كباية دقيق وشوية بيد ولبن وشوية من الديق المبهر وزيت للقلية تمام تمام الصص بتاعنا بقى اختراع الصص حاجة مختلفة خالص ثلاث سمرات تماطم وكمان ثلاث فصص من التوم ومعلقة هاريسة شطة وكمان عندنا معلقتين من صص الطماطم وشوية بوهرات وبرضو ده هنعمل الصص اللي هيتقدم مع الكفتة بتاعتنا تعالوا نشوف الكفتة هنعملها ازاي وبعد كده نشتغل مع بعض واحدة واحدة لغاية ما يبقى الحاجة بتاعتنا جاهز بسم الله الرحمن الرحيم هناخد كده قبل حاجة ناخد كمية البصل والنعناع الاخضر ما بنفرموش ما بنفرمش النعناع الاخضر غير ساعة عما نيجي نستعمله عشان النعناع من الحاجات اللي عوامل التعريف بتتأثر به فبيسود والبقدونس البيضة البهارات وبعدين الزبدة والبطاطس المسلوقة هنفرم ده كله مع بعضه لأول وبعد كده نرجع نضيف عليه اللحمة بتاعتنا وبعد كده نشوف هنعمل تمام كده ننعم خالص حلوة نرفع تاني ونرجع نضيف بقى عليه اللحمة كلها عشان يبقى الخليطة لو انتوا شميتوا ريحة النعناع قد اي جميل جوه الوصفة دي بجد اهو اللحمة نصف كيلو من اللحمة اهو ونرجع تاني نقلبهم مع بعض عايزين نقلب كده مع بعض في الكبة مفيش مشكلة عايزين نقلبها بأيدينا برضو مفيش مشكلة يعني الموضوع ده اختياري الموضوع اختياري حلو قوي حتلي طبقة كده هنا يا محمد من فضلك نبدل نلف كده لغاية ما الخليط بتاعنا يبقى خليط متجانس مع بعضه زي ما قلت لو عايزين تلفوها بأيديكم مفيش مشكلة خالص يعني طبعا اهم حاجة كان عندي ان انا نعم الخضار بتاعنا ان احنا ننعم الخضار بتاعنا فانا بعد ما نعمت الخضار كده وحطيت عليه اللحمة هنجيبهم نقلبهم مع بعض تقليبة نرفع تمام كده وناخد الخليط كله وننزل بالراحة في حاجات كده بتبقى اما بتتقلب بالايد بتبقى افضل بكتير شفتوا بقى الخليط عاملة ازاي بس احنا كان اهم حاجة نعم النعناع والبقدونس والبصل وكله مع بعضه كده وبعدين نقلبهم التقليبة اللي احنا بنقول عليها دي مع بعضه ونرجع نعملهم بقى كور كور تاني هناخدهم في حاجة عوسعة يعني تمام نقلب كله اللحمة ها بصوا الخليط بقى عاملة ازاي وبقى خليط لازج يعني ماسك في بعضه مش فاكك عايزين تكمله زي ما قلت الكفتة جوه الكبة مفيش مشكلة خالص لكن هنا اهو كله اختلط مع بعضه هنعمل كور بقى صغيرة كبيرة اصابع مبتطة زي ما انتوا عايزين موضوع التشكيل بتاع الكفتة ده زي ما انتوا عايزينه اهو حواريكم شكلها ده الخليط بتاعنا لازج خليط لازجة مفكش معانا ده احنا ممكن نصبع الكفتة دي ونعملها عالسيخ نعمل الكفتة دي عالسيخ فحنيجي هنا بالراحة برضو نعمل شوية كور كده سريعا ما تقلعوش خالص مش هتفك في نفس الوقت ان كنحطين زيت على النار عايزين نشوحها في زيت وزبدة ينفع نشوحها في زيت وزبدة يعني الموضوع زي ما قلت اختياري انتو تصحاب الشأن فيه ولكن احنا هنعملها في زيت علشان نصرع الوقت شوية تمام ريحتها طعمها ريحتها طعمها ريحتها كويسة قوي وطعمها اكيد انتو هتجربوا وهتقولولي وطبعا انا بقى مستني دايما اعرف النتائج يعني الحمد لله رب العالمين كل اللي بيجرب حاجة بيقول لنا ان احنا عملنا وطلع طعمها حلو وطلع كمان شكلها حلو احنا لسه فيه عندنا هنا خلطة عبارة عن دقيق وبيد ولبل بس مش هنحطك بقصمت بقى المرة دي هنحطك دقيق تاني بس دقيق مبهر بقى يعني دقيق مبهر يا شيف يوصل انت دايما بتقولها دقيق بيبقى عليه شوية ملح شوية فلفل شوية من التوم البودر والبصل البودر والبابريكا والكوركم زي ما قلت لكم الحجام دي ترجعلكم انتو يعني عايزينها حجمها كبير حجمها صغير مدورة مستطيلة مبططة كل ده في ايدينا انا اللي بتحكم في شكل الكفتة بتاعتي انا طبعا مستنى ما خلص خلاص هانتها ممكن نكور كمان شوية انا بحب اعمل الكفتة كبيرة كده بحيث ان ما واحد ياخد مثلا قطعة قطعتين بالكتير تلاتة خلاص يعني بقى كده اخد الكمية اللي هو محتاجها الكمية اللي هو عايز يكلها تمام وبعدنا ما بعملها كبيرة كده بتسهل علي في الوقت كمان يعني ما قدش بقى طب حد هيسألني يا شف يصر وانا ممكن اعمل ده كله واشيرها في الفريزر واستعملها في اي وقت تاني اه طبعا الحاجات دي كلها اللي احنا بنعملها دي ممكن نشيرها طبعا لغاية ما نحتاجها نطلعها وخصوصا لو احنا مثلا عارفين ان احنا هنسافر مصيف مثلا 15 ستة ممكن نعمل شوية وحط كده في الايستانك ناخدهم معانا يبقى عندي كذا وصفة موجودين على مدار الاسبوع اللي انا هصيب فيه العشر تيام كل يوم اطلع وصفة او اتنين من الحاجات دي سهلة ولذيزة وطعمها حلوة قوي وهتوفر معانا في الوقت جميل خلاص كده فاضل واحدة ولا اتنين كفاية كده خبصة بعضول بقى انت يا محمد الله يديك الصحة نيجي بقى للمرحلة النهائية عندي هنا شوية لبن نص كباية لبن عليها اتنين بيضة ونقلبهم مع بعض كده ونحط رشة ملح ورشة فلفل صغيات ممكن ناخد دولي يا محمد منك كمام كده قلبنا ورشة الملح ورشة الفلفل ونقلب تاني وبعدين كده نبقى احنا جاهزين ان احنا نعمل بقى الكفتة بتاعتنا نعمل الكفتة بتاعتنا خلاص عندي نوعين من الدقيق دقيق عادي والدقيق المبهر والكفتة ناخد كده بسم الله اهو قطعة الكفتة المدورة نحطها في الدقيق العادي نحطها في الدقيق العادي تمام كده بس انا هجي كده انت عارفين ان انا بحب دايما الدنيا تبقى رائعة قدامنا ننسح تمام حلو اوي زي ما قلنا ناخد قطع الكفتة ها حطها في الدقيق الاول بعد ما نحطها في الدقيق هناخدها علشان خاطر نحطها في البيد واللبن اها جميل نقلب كويس قوي نغمرها بالدقيق خلي بالكم كفتة طرية هشة يعني ايه وانتو بتقلبوها كده حتلاقوا شكلها بيتغير حترجعوا تاني تعملوها كورة تاني اهه تمام ونرجع تاني اللفها وناخدها على البيض واللبن بس اللي فعل اول كده عشان ترجع شكلها زي ما كانت حلو كده عندي الزيت جاهز على النار يبقى سخت عشان بعد كده هنحط في الدقيق المبهر ونحط في الزيت حلو كده تمام ارجع اجيب دول هنا اهو هنشيل بقى كل الحاجات دي تمام ونجيب بقى ايه اهو ونقلب دول كده عشان بس نخلص من موضوع ديه خالص مرة واحدة تمام كده حلو قوي ونرجع بقى نجيب بقى ايه شوكة عشان ننشل بيها الكفتة اللي موجودة عندي دي نرفع ده خلاص وننضف هنا وبالراحة خالص نجيب بقى الشوكة زي ما قولنا او معلقة ناخد بيها الخليط بتاعنا بقى حط في الدقيق المبهر تمام كده حننضف تاني ما تلوش هنا هناخد من الفيد واللبن بعد ما نشرفها خالص ونرفع اول قطع حطناها اه بالراحة تمام هنا على الدقيق الدقيق الدي اللي احنا قولنا عليه بقى على النكهات اهو برضو نحاول نعملها يعني من غيرش شكلها يعني نخلي شكل الكور زي ما هي اهو ننشل حلوة اول لغاية ما نخلص انا طبعا عايز اوديكوا التفاصيل التفاصيل يعني احنا بنعمل ايه اهو جميل حطينا في الدقيق ايدي دي فيها بقى بيض ولبن هنجي ناخد بالايد الناشفة ونجيب هنا طبع جنبها ونعمل كده كرة تاني اهو عشان تبقى شكلها النهائي عامل ازاي لو احنا بصنا اه 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 تمام وبرضو نكمل ده كله حلوة اوي مفيش بقصمات لا مفيش بقصمات المرة دي تمام بص ده شكلها النهائي هيكور لذيذة طعمها حلوة اكيد وفيها نكهات مختلفة فيها بطاطس وفيها كمان نعنع من اجمل الكفت اللي ممكن تعملوها يعني من اجود وانضف واطعم يعني نكهات الكفتة اللي ممكن تعملوها وطرية يعني ايه طرية اما تستوي هوريكم بقى طرية ازاي اخلص دول كده بالمرة علشان ننضف الدنيا مرة واحدة ولكن واحنا شغالين كده هوا هروح علشان نستغل بقى وقتنا اه طبعا ده عادي بيحصل في كل بيت الدنيا ان كده عشنغل فبنقلب الدنيا كده فبيخصل الدنيا بيقع معنا كتير اهو انا بس مستني عشان ننضف مرة واحدة حلو قوي هروح بقى اجيب الزيت هنا قربه ونقرب ده كده بس نرفع دي خلاص مش ما نغرقش الدنيا اكتر من كده بسم الله رحمة الله الرحيم نجيب هنا الزيت حلو قوي وناخد الكفتة بتاعتنا ننزلها في الزيت الله خلي بالكوا طبعا وانتوا بتتعاملوا في حاجة بتتقلي في الزيت علشان خاطر ايديكم اه بالراحة خالص تمام ونستنى عليها بس تشد شوية ونقلبها تقليبة بسيطة فيه صلصة انت قلت عليها شي في يسري ده الموضوع هايخبص من غير ما تقول على الصلصة الصلصة بتاعتنا اللي انا قلت عليها كل اللي هاعمله هضرب كل ده في الخلاط شايفين ده اللي هو الطماطم صلصة الطماطم والفلفل الحامي وقهرس الشطة والبهارات والتوم في الخلاط اصاب فيه احطه على النار يغلي اقدمه مع الكفتة بتاعتنا دي وشوية من المكارونا بالصلصة الحامرة كل ده هنشوفه امتى بعد ما نستأذنكم ناخد فاصل سريع بحد نشوف ايه مكان لان الجديد دايما والممتع والتعليمي هتشوفوه في برنامج مطبخ الحياة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عملنا شوية فراخ كده بالكاري والرز الريحة حلوة قوي سواء كانت هنا او هنا وعملنا كفتة باللحمة والنعناع الجديد بقى فيها غير النهياتها نكهاتها طبعا ومختلفة وفيها شوية من النعناع وبطاطس وفيها كمان بقدونس وفيها زبدة جواها الجديد هو الصاص اللي احنا حطناع الوش الصص دا عبارة عن ثلاثة صمن الطماطم حطينا عليهم ارنيفلفل احمر مع لقتين هارسة شطة وحطينا كمان مع لقتين صلصة طماطم وخمس في صصطهم دربنا كله في الخلاط مع بعضه وصفيته على النار يغلي اول ما بدأ يغلي كده ويتكاسف ديته شوية ملح ورشيته على الوش لو انتوا شمين ريحة الصص دا تحفى لازم تجربوه كل الحاجات اللي احنا بنعملها لكم دايما عايزكم تجربوها وتبعتلنا دايما تقولوننا ان احنا عملنا كذا وطعم دا طلع كذا وطعم دا طلع كذا زي ما بقول لكم دايما ان انا بستمتع لما ببقى معاكم كمان عايزكم تبقوا مستمتعين وانتوا معانا زي ما بقول كل يوم يا رب نحبب بعض ان شاء الله يشوفكم على خير والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة